من جانبه أفاد المدعي العام الأسبق لولاية أريزونا مارك بونوفيتش ضمن الحلقة الجديدة من برنامج مع المغرب من واشنطن أفاد أن الدول التي تقدم الدعم لجمهة البوليزاريو الانفصالية هي دول مارقة وراعي للإرهاب وترغب في زعزعة الاستقرار العالمي فلإنها قضية أساسية للحق ضد الباطل وأنا أحاول إبلاغ أصدقائي هنا في الولايات المتحدة أننا بصدد دولة مثل الجزائر التي كانت حتى أثناء الحرب الباردة تحت تأثير الكتلة الشرقية وكانت دمية يتلعب بها الاتحاد السوفيتي وعندما بدأ الصراع حول الصحراء في السبعينيات وثمانينيات من القرن الماضي دعنا ننظر إلى الدول التي اعترفت بما يسمى استقلال الصحراء كانت الجزائر تساند البوليزاريو بمساندة من ليبيا وبأسلحة من كوبا ودول مثل إيران وفنزويلا وكلها أساسا دول مارقة ترغب في زعزعة استقرار دول أخرى وبصراحة فإن دولة مثل إيران هي خصم للولايات المتحدة وهي دولة رعية للإرهاب ونحن ندرك أنها ترسل أسلحة إلى الصحراء عن طريق الجزائر لمحاولة إشاعة عدم الاستقرار